أهلا بكم متابعين الكرام نقدم لكم آخر أكبار تعديلات قانون الإيجار القديم من الناس والقانون عليكم التفاصيل التعديلات الجديدة لعقود الإيجار القديم للوحدات غير السكنية الموجودة للأشخاص اعتبرية لعام 2021 الطرد الفوري أمكان السنوات مهلى مصير عقود الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة في سياق التقرير التالي يلقي الناس والقانون الدوع على أشكالية تهم مليئين الموجودين والمساجرين من حيث التعديلات التي وفقت عليها الحكومة والتي تقضي بإغلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبرية لغير غرض السكن وذلك خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون ويزام المساجر بإغلاء المكان الموجود ورده إلى المالك وفي حالة امتناع المساجر يحق للمالك اللي جهد للقضاء وتحديد الكيمة الإيجارية خمسة أمثال الكيمة الكونينية السارية وزيادة سنوية وبصفة دورية بنسبة 15% بقلم أشرف فؤاد المحامي بالنقد والأدارية العليا مجلس الوزراء المصري برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي كتوافق على مشروع قانون بنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بين المالك والمساجر بخصوص الوحدات غير السكنية المؤجلة لأشخاص اعتبرية الحكومة المصرية تقدمت ومشروع قانون يتعلق بحل ونهاء المشاكل المتعلقة بالعلاقة الإيجارية القديمة بين المالك والمستعجرين لمجلس النوابة السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المصرة إلى أن القانون لم يرى النور ولم يصدر من البرلمان إلا أن الحكومة الحالية برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي نقاشت مشروع القانون من جديد وتمت الموافقة عليه من المجلس يرى أشرف فؤاد المحامي أن تعديلات قانون الإيجارة الجديدة لم تحل أهم مشكلة إيجارية وهي مشكلة الشوكك المجدرة غير مستغلة أو موروسة بل عقدها لأنه لم يجبر أصحاب الشوكك المغلقة على فتحها الاستفادة منها وإفادة من يحتاج إلى وحدات سكنية وبالتالي أصبحت الوحدة معطلة خاصة تلك المتوجدة بالأماكن الحيوية مثل منطقة وسط البلد وبالتالي كل هذا أدى لصراع بين المالك والمساجر وكل طرف ما تمسك بوجهة نظره خمس سنوات موهل أنتقلية وزيادة خمسة أمثال وزيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 15% إعرف ذلك التعديلات التي وفقت عليها الحكومة والتي تقضي بإخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير أرض السكن وزيادة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون والزيادة من المساجر بإخلاء المكان المعجد ورده للمالك وفي حالة امتناع المساجر حق المالك اللجوء للقضاء وتحديد الكيمة الإيجارية كمسة أمثال الكيمة القانونية السرية وزيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 15% وهذا القرار مقيد بشرطين شرط تطبيق التعديل الجديد على قانون الإيجار القديم 2021 الشرط الأول أن يكون المستاجر من الأشخاص الاعتبارية فقط أي ليس من الأفراد العادية والأشخاص الطبيعيين والشخص الطبيعي هو شخص تبدأ شخصيته منذ ولدته ويتمتع بكافة الحقوق والعجبات ويحمل المسؤوليات وتصرفاته أفعاله طبقا للقانون وتنتهي شخصيته عند وفاته أما الشخصية الاعتبارية هي عبارة عن كيانات من المنشئات التي تنشئ من مجموعة من الأموال والأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف لتشغيل هذه الشركة والمنشئة لتحقيق الهداف التي أنشأت له وتتمتع الشخصية القانونية كشخص الطبيعي من الأمثلة مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير الشرط الثاني أن يكون الغرض من الإيجار غير السكن أن يكون الغرض من الإيجار غير تجاري أو صناعي أو إداري أو استثماري كأن يؤجر المكان كمقر إداري للشركة أو مغزم بضاع أو معرض للسلع والمنتجات إلى غير ذلك ومن ثم تدخل الأماكن غير السكنية التي تستعجرها الجهات الحكومية أو غيرها من الأشخاص العامة وكل من له السجل التجاري وكان اعتباري مثل الشركات والمؤسسات والمباني التي يتم بتأجيرها من قبل السفرات الأجنبية المكاتب التابعة للشركات والمحلات التجارية التي يتم بتأجيرها من قبل الحكومة والمكاتب للسلعية ولكن لا تدخل في نطاق سوريان هذا القانون الجديد الأماكن المؤجلة للأفراط حتى ولو كان بغرض غير السكنية مثل مكاتب المحامين وعيدات الدكاترة كما يتم تحديد الكيمة الإيجارية وفقا لقانون الإيجارة الجديد لعام 2021 كنون الإيجارات الجديد لأماكن غير السكنية المؤجلة للأشخاص الاعتبارية الجديد تعمل على تحقيق التوازن بين الطرفية العلاقة الإيجارية بأن تضمن مدته السلسة كيفية تحديد الكيمة الإيجارية وهي خمسة أمثال الكيمة الكونية السرية مع زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 15% نحن ننتقد تحديد الزيادة بهذه الطريقة يرى الأستاذ أشرف فؤاد المحامي بالنقدة أن هناك أشكالية خطيرة ستسار من ناحية العملية بخصوص تحديد الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% وخاصة مع عبارة بصفة دورية هل هي 15% من الكيمة الإيجارية المكتوبة والسابتة بالعقد أم 15% من آخر كيمة الإيجارية مدفوعة بمعنى أنه لو كانت الكيمة الإيجارية المكتوبة في عقد الإيجار 100 جنيه فلو كنا أن الزيادة السنوية من الكيمة الإيجارية السابتة بعقد الإيجار فتكون 15 جنيه وكان ينبغي على المشهر المصري وضع عبارة محددة وضحة لتحتمل التعويل والجدل والقانوني وحتى لا يرهق القضاء بالتفسير متى يتم إخلاء العين وماذا لو امتنع المستاجر على رد العين جاء التعديل الجديد لقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الموجلة لأشخاص اعتبرية وأعطى مهلة 5 سنوات بعد انتهاء هذه المدة من حق المالك المؤجر أو المحال له الحق أن يسترد العين حيث جاء نص المادة الرابعة من التعديل أن المستاجر ملزم بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك أو المؤجر في اليوم التالي انتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون أما في حالة امتنع المستاجر على رد العين لتعسليمها للمؤجر هذا حق للمالك أو المؤجر اللجوء للقضاء لمقضاطه بالمحكمة الكائن في دائرة العقار المؤجر وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان لعوم اقتضى سؤال قانوني هام هل هناك تعارض بين التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضايا دستورية صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضايا دستورية وليس انتهى الأمرين سأرى جدل كبير بين ملايين الملاك والمستاجرين على حد سواء حول مصير الدعاء والأحكام قضية منز حكم الدستورية بنهاء العلاقة بشكل فوري في ظل وجود مشروع قانون جديد جديد بمنح فترة انتقالية لخمس سنوات قبل تحرير العقود الإيجارية تجيب على هذا السؤال مدوناتكم الناس والقانون حيث توضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا والمصرية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شاء أن بعض الأحكام الخاصة بتجير وبيع الأماكن وتنظيم علاقة بين المؤجر والمساجر لا يتعارض تطبيقه على الدعاء والقضاية التي تم رفعها والحكم فيها من قبل القضاء بإخلال وعدات وفق حكم المحكمة الدستورية وعادة للمالك فقد انتهى أمرها وأصبح وضعها القانون الجديد ملكا للمالك أو المؤجر وهذه لا يمكن أن تتعصر بالفترة الانتقالية التي نص عليها مشروع الحكومة الجديد أما بعد صدور قانون الحكومة وبدأ العمل به وهو القانون الواجب التطبيق بأثر فوري ومن ثم في أي دعاء وقضاية سابقة لم يبدت فيها ستقضع للفترة الانتقالية لأنه أصبح هناك وضعا قانونيا جديدا يرسيها القانون الجديد الواجب التطبيق الذي ينص على الخامس سنوات فترة الانتقالية قبل انتهاء العقود أما بالنسبة للدعاء والقضاية السرية الآن في أروقة المحاكم وتم الحكم فيها قبل نفاذ القانون الجديد وبدأ سريان وستقضع الحكم لمحكمة الدستورية نظرت بعض الملاك لهذا القانون الجديد قد يراه بعض الملاك أن مشروع القانون مجحفا في حقهم لأن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر عام 2018 عاد العلاقة إلى القانون المدني وحصل العديد منهم على أحكام بانتهاء العلاقة الأجرية وتسليم العين لمالكة طبقة للمادة 563 من القانون المدني التي تتيح للمالك استرداد العقار المؤجر في حالة التنبيه بالإخلاء من المالك في المدد القانونية بالمادة المشار إليها في حالة عدم التسليم يجوز للمالك رفع دعوة طرد للغضب أما مشروع الحكومة قد يؤدي إلى إرجاء أثر حكم المحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات حيث لم ينص على التحرير الفوري ولكن موجب حكم قضايا مما يستلزم إجراءات طويلة وتنوى الناس والقانون أن التعديلات الجديدة على قانون إجارة لماكن غير السكنية الموجودة لأشخاص الاعتبرية هي مجرد اقتراح علانة الحكومة في صورة مشروع قانون لن ينفس إلا بعد إقراره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية أعزائي مستمعين القراءة إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد أعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجديد